طيب كان فيه بقى صور كده من كام يوم على البنت اللي كانت متصورة في شارع صلاح سالم وهي من العربية او خارجة من فتحة سقف العربية وناس قالوا بعد كده الناس عاملوا شير كدير قوي للصورة يعني مش عارفة كان ايه اهميتها بس عاملوا الناس كتير كانت عاملالها شير وعمليني بعطوها البعض على الجروبس والكلام ده وقالوا ان البنت اتقابد عليها هي وصديقها اللي كان سايق العربية طبعا البنت متقابدش عليها ولا حاجة خالص وده اللي نفيه فعلا مصدر امني نفيه الاخبار المتدولة عن قبض على البنت اللي ظهرت بملابس قصيرة على اعلى سيارة بطريق صلاح سالم بالقاهرة واكدت المصادر دي ان عملية القبض والصور اللي كانت منسوبة لامن القاهرة مش صحيحة ومتدولة بس على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بشكل غير صحيح الاجهزة الامنية بتفحص مصدرها على فكرة وبتفحص منين جت الصور دي والصفحات اللي مشايراها دي مشايراها على اساس ايه بالزبطة للوقوف على حقيقة تلك الواقع المصادر شرحت قانون مرور ما بيجرمش نوعية الملابس اللي الناس بتمشي بيها في الشارع ولا مواصفاتها ولا طولها من اسرها الى جانب ايضا ان الخروج من اعلى فتحة السقف بتاعت العربية يعني مفيش عليه مخالفة الاخبار المتدولة بتجزم بان قائد السيارة والبنت كانوا في حالة سكر برغم من ان الصور متدولة من يومين وان هما مخضعوش لاي تحليل عشان يكتشفوا ان هما اخدوا كحول ولا لا ده برضو كلام مش مؤكد وان طبعا مفيش هم اساسا ما تقبطش عليهم الموضوع كان يعني اقل من ان هو ياخد هذا الحيز الصور دي يعني اللي كانت موجودة بترفضها تقاليد المجتمع بيرفضها عرف المجتمع بيرفضها الشكل العام للمجتمع المصري مش قانون المرور بس طبعا دي برضو في اطار ان احنا في حاجات كده معينة بنديها اكبر من حجمها هو البنت اللي اتقبض عليها ولا اي حاجة وطبعا الناس كانت مستائة في بعض الناس المرة والناس اللي صورتهم كانوا مستائين جدا من شكل البنت وهي قاعدة على سقف العربية انما طبعا فيش اي حقائق بتقول ان من وحد دي يوعد على سقف العربية من وحد السقف العربية حرر ممكن يحصل اي حادث يعني